مطشي العلوي الزمالك كمة كأس مصر شايف المباراة دي ازاي؟ لا المباراة دي ملاش مكهز يعني مباراة لها طبع خاص يعني فرقين كل دلوقتي يعني مركز ومبطولة بالنسبة له يعني حاجة كبيرة مطشي العلوي الزمالك بس احنا نتكلم على ايه؟ كل واحد ليه سلبيات وكل واحد ليه ايجابيات نجي للنادي الاهلي السلبيات بتاعته انه خسر مطشي ايه؟ بيرامتس ما شفتش في حياتي النادي الاهلي يعني اكلم باب ايه؟ ان هو بيخسر مطشين وراء بعض بس Germania ما شفت دوري ان هو بيخسر مطشين وراء بعض هتلاقي فيه حافز اكتر بالنادي الاهلي احنا بنكلم عن النادي الاهلي دلوقتي النادي الاهلي هتلاقي فيه ضغط عليه جامل جدا المطش مصيري المطش ما انفحش يكون يخسر مطشين وراء بعض يبقى فيه تركيز اكتر فيه إيجابيات اكتر فيه اهتمام فيه يعني شغل بشكل كبير جدا هتلاقي المدرب سوارجة أنا عارف ريكارت سوارجة هتلاقي تكون أحد مع العيب لعيب المشاكل هتلاقي فيه في النظام فيه تركيز فيه اهتمام فيه هتلاقي الأمور مختلفة النادي الأهلي صحية هتلاقي فيه تحفيز جامع جدا صحية دي بس دي فيه النحوة للإيجابات السلبيات النادي الأهلي دلوقتي دي فيه مشاكل من نواحي الدفاية عنده والحرس المرمش الناو برده مش في الشكل المسال بتاع اللي احنا عارفينه فيه هزة فيه مشكلة الجن ده يعني هو ده الفرقة كلها يعني أعتبر هو الأساس بس الكابتون طري سلمانكا معاي من شوية وقال كلام ممتوك جدا قالي إن حالة الفريق دايما بتصب على حرس المرمش يعني لو الآلي كويس هتلاقي الحرس كويس بالضبط بقول لك الأساس فيه هزة بتاع الشناوة عشان كده فيه مشكلة صحي يعني دي السلبيات فيه مشايكل كتير أول والنواح الدفاعية دلوقتي فيه عدم استقرار علم علول فيه في مرش الأخير علم علوم من العناصر الأساسية طبعا النادي الأهلي هو العنصر المهمة وشكل إيجابي للنادي الأهلي بقى فيه هزة دلوقتي فيه فيه كان فيه مشاكل صحيح دي السلبيات نحن نيجي الناس الزمالك الزمالك كان مرش الأخير نقاح الجباية بتاعته نكسب المحلة في المحلة مرش كان مهم جدا طبع مرش إنه هو إيه هيخليه رقم إيه يعني يبدأ بالزبط صحيح إيه النواح البدنية والنواح المعنوية للعيبة فيه في كمة يعني حاجة جميلة جدا فيه كمة طبعا فيه فيه آه فيه إنتعاش في الناس الزمالك فيه لعيبة وبتاع فيه مميزين فيه اللعيبة تلوقتي بتادي ترجع بشكل جامل المنصابين يعني خلاص يبقى إيه الناس الزمالك مكتمل بشكل إيه كويس أوي الناحية السلبية بقى الناحية ناحية الزمالك مشكلة الزمالك استمرارية ما عطوش استمرارية في إيه؟ في الإيه؟ يعني بيلعب لقاء بيكسب المرش اللي بعديه ممكن متلاقيه مفيش يعني مستوى بتون المستوى هم وبيأثر بشكل ببقى يعني حيث إن الزمالك يعني مفروض يبقى يكمل استمرارية بتاعته صح اللي بيرجع لورة صح اللعيبة لما الزمالك بيكسب بيبقى فيه استهتار مختار شوية بس بصراحة الفترة الأخيرة الزمالك الاستهتار ده ما تشوفوش يعني فريلا كمان مدارب كوة الشخصية جدا تحس اللعيبة ملتزمة جدا ما تحسش انه اللعيبة مثلا عندها تهون في اي لحظة من اللحظات ده الفضل يرجع لفريلا بصراحة واللعيبة دلوقتي بقى لعيبة نادي الزمالك طوله عمرها ده حسس ان ايه ان النادي الاهلي بالنسبة له مشكلة مش عارفين يكسبون النادي الاهلي ده احساس دلوقتي اللعيبة نادي الزمالك طوله عمرها حتى لو زمالك كويس بحس ان اللي بي نازل الماتش ان النادي الاهلي اللعيبة نادي الاهلي أحسن منه ان هو ايه حتى لو جاب جون مش مصدق بيبقى ليه ايه مش يعني عنده عدم الاستقرار عدم ده كده ما فيش ثقة بشكل كبير جدا عشان كده الزمالك بفروض الماتش ده الماتش ده بالنسبال له برضه فيه اهتمام بيركز ان هو ما يخسرش المباراة عشان يقدر يكمل المسرز الدوري يعني لا لا المباراة صعبة الفريدين فيه تكافؤ واحنا نبص للماتش ماتش برتوغالي مش ماتش أهل وزمالك يعني ده ماتش برتوغالي الاتنين عارفين بعض صحيح الاتنين عارفين ايه نظام بعض نقاط القوة بالضبط الاتنين يعني انت بتي تعرف سوارش كويس كمدارب لا مدارب كويس كان سعيدة او ماسك فرق الدرجة التانية بعدين ماسك فرق في الترتيب اللي في نص الدوري في برتوغال اه طبع لا مدارب صارم يعني ايه ليه شخصية عصب شوية يعني ايه بيحب هو ايه على طول اللعيب اللعيب اللي عنده مميز عنده الصرع عنده مهارة بشكل كويس او حتى لو نلاحظ ان افشأ فاق بشكل كبير يعني هو بيعتمد ايه ان هو بيحب اللعيب الكورة ان يمسك الكورة ويعد بشكل كويس اوي واحنا شوف النادي الاهلي في فترة الاخيرة انا نمسك ريكارد صوارش ان يبتدى النادي الاهلي يبتدى ايه إلعب كورة على الأرض بشكل كويس بس ايه حيث ان النواحي الهجومية بيقت ايه مش ايجابية بشكل كبير اوي يعني الاهلي بيضيع فرص كتير قوي كتير يعني عدم تضييع الاهدف تبقى أصر طبعا على النادي الاهلي عشان كده صوارش يعني اكيد فيه تخصصات عدد بيه فيه تخصصات من نواحي الهجومية